بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الوحدة الثانية الأخطاء الشائعة درسنا الثاني نماذج من الأخطاء الشائعة تزخر المكتبة العربية بكثير من الكتب التي تتناول قضية الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس وفي الأحاديث اليومية والكتابات الأدبية والأخبار الصحفية وغيرها ومرجع تلك الأخطاء ضعف الإلمان بالقواعد الصحيحة لبناء الكلمة ومعرفة أصولها الاشتقاقية أو الجهل بقواعد النحويين في التركيب واشتهرت هذه الأخطاء حتى غدت عند بعضهم صواب متعللا بمقولة خطأ شائع خير من صواب مندثر والحق أن هذا غير مقبول علميا مدام الوصول إلى الصواب واستخدامه سائغا وفيما يلي سنعرض أمثلة لهذه الأخطاء الشائعة لنتبين وجه الصواب فيها لتستقيم بذلك الألسنة ولتحفظ للعربية أصولها ونعرض فيما يلي عددا من هذه الأخطاء يقولون مرحبين على الرحب والسعة والصواب على الرحب بضم الرأي المشددة والناس يقولون علمانية بكسر العين والصواب العلمانية بفتحها ويقولون عمادة والصواب عمادة بكسر العين عمادة الكلية وعمادة شؤون الطلاب على سبيل المثال ويقولون الغش بضم الغين والصواب غش ويقولون طريق الغواية بكسر الغين والصواب الغواية بفتحها ويقولون الفهرس والصواب الفهرس أو الفهرست وهي كلمة فارسية معربة الناس يطلقون وصف الكاسر على الوحش المفترسة فيقولون أسد كاسر والصواب أن كلمة كاسر وصف للطيور الجارحة فنقول عقاب كاسر ونسر كاسر وهو مأخوذ من كسر الطائر جناحي أي ضمها يريد الانكضاب على فريسته الناس يقولون الصدفة والصواب المصادفة مع التنبيه إلى أنه ليس في الكون أمر يحدث مصادفة بل إن كل شيء بقدر من الله تعالى ولكن الناس يقصدون بالمصادفة عادة أمرا يحدث دون ترتيب يحدث دون ترتيب أو تدبير من المتحدث نفسه الكثير يقولون المعوذتان بفتح الواو المشددة والصواب المعوذتان بكسر الواو وهما سورة الفلق والناس ومن الأخطاء الشائعة قولهم المعرض بفتح الراء والصواب كسرها فنقول معرض الكتاب ومعرض السيارات والصواب أن نقول المكواه لا المكوى ولا المكوى وهي الأداة التي تستعمل في كي الملابس والصواب كذلك أن نقول المناخ بضم الميم ولا يصح قولهم المناخ بفتحها والصواب كذلك أن نقول المهمة ولا يصح قولهم المهمة فنقول سافر إلى الخارج في مهمة عمل لا مهمة عمل لا يصح أن نقول نحوي بل الصواب تسكين الحاء نحوي الكثير من الناس يقولون نوايا ويريدون جمع النية والصواب أن نية تجمع على نيات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الصواب أن نقول في جمع وفاة وفيات دون تشديد الياء فبعضهم يقول قرأت في كتاب وفيات الأعيان بتشديد الياء وهذا خطأ لأن وفيات بالياء المشددة جمع الوفية من الوفاء بينما وفاة تجمع على وفيات وأخيرا فهذا المقرر هو مقرر المهارات اللغوية بضم اللام وليس مقرر المهارات اللغوية بالفتح انتهت الأخطاء الشائعة أو نبذة من هذه الأخطاء الشائعة نلقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر